مشاهدين الكرامينما كنتم أهلاً وسهلاً بك في النشرة الجوية من قناة الجزائر يوان وضعية التقص لصباحة الغد بحول الله مشاهدين إذن كمارا ننشوفه سماء مغيم على كل سواحل الجزائرية إذن غيوم تتباح أمطار رعديات تكون سماء ملبدة على كل مناطق الداخلية إذن عمماً وضعية غير مستقرة على كل الشمال الجزائري وعلى المناطق الجنوبية إذن بحول الله أجواء صفية ومشمسة جزء مشاهدين نشوفه درجات الحرارة المرتقبة لصباحة تلغد بحول الله إذن مقياس 11 إلى 12 درجة على كل السواحل الجزائرية 9 من جهة قول شلف مع سكر غليزان على تيزي وزوت 8 من جهة تلمسان وحتى على قسنطينة 5 درجات فقط على عين سفراء على البيض وحتى على الجلفة 6 على مناطق الأوراس على أبواب صحراء 18 إلى 19 درجة 21 في وسط الصحراء وحتى من جهة بنعباس واتب البالا 22 كمقياس على الخط الرابط من تندوف صحراء تنزروفت حتى أقصى الجنوب الجزائرية ندوزوا مشاهدين نشوفوا الوضعية الجوية لظاهرة الغد بحول الله إذن كمرة ننشوفه إذن اضطراب جوي على كل المناطق الشمالية يكون من منطقة السورة يمتد حتى المناطق الداخلية وكذا على السواحل الجزائرية إذن سماء مغيمة على السورة على كل السواحل على المناطق الداخلية خاصة الوسطى وعلى الشرقية تكون أمطار رعدية على كل هذه المناطق أيضا سحب راح تكون من النوع العالي والمتوسط على منطقة الواحات تكون سماء ملبدة إذن بفعل هذه السحب وزوابع رملية في الموعدة للواحات على السحراء الوسطى بفعل الرياح لتكون دائما قوية محليا فالحذر مطلوب على بقي المناطق الجنوبية خاصة من جهة أقصى الجنوب الغربي على الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري بحول الله سفاء راح يعمل على هذه المناطق نجوزوا مشاهدين نشوفوا درجات الحرارة القصوى لظاهرة الغد بحول الله 21 درجة على العاصمة على كل المناطق الداخلية الشرقية أقول من جهة زيوزو البويرة حتى على قسنطينة سوق هراس وأم البواقية 20 على الشلف على ماسكر وغليزانت و32 درجة من جهة القالة وكل سواحل الشرقية للبيلات 18 درجة على وهرن 17 من جهة لمسان 16 على مناطق الأوراس 15 ما بين أقول بيض مشرية ونعمة وعينس فرح تعلها الجلفة 28 درجة على الصورة على غرداية 27 على منطقة الواحات على ورق الحاسم زود وحاسي بركين 32 على بنعباس واتب البلا 33 من تندوف حتى وسط صحراء على عين صالح على تيميمون 31 درجة على مرتفعة الهوغر والتاسل 41 في أقصى الجنوب الجزائري على بورتباج مختار عينقزام عين أزوى وحتى على تنزواطين بالنسبة للملاحة والصيد البحري مشاهدين إذن البحر يبقى مطارب على طول الشريط الساحلي أقول من مرصى بن مهيدي حتى للسرعة الرياح تكون 30 كم في ساعة وحتى للقالة على العواني يكون 20 كم في ساعة أيضا مطارب على كل سواحل الجزائرية هذا الرياح لتكون باتجاهات مختلفة نختمها مشاهدين إذن بالمعلومات الفلكية كالعدل نهار الغد الخميس 18 أكتاب 2018 شروق غروب الشمس على العاصمة وضواحيها مبقى ليغن نقولكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء